دخلت باكستان الأربعاء في حداد لثلاثة أيام على ضحايا الهجوم الذي شنته طالبان على مدرسة وأسفر عن مقتل 132 تلميذة وتسعة من الموظفين واعتبر الأكثر تموية في البلاد وأثار موجة إدانات واسعة في العالم وإثر الهجوم الذي وقع ثلاثاء في بيشاور شمال غربي البلاد أغلقت معظم المدارس في مختلف أنحاء البلاد فيما أقيمت صلوات خاصة في ذكرى الضحايا المائة والواحد والأربعين في المدارس التي فتحت أبوابها رأيت بعض الأشخاص الذين أتوا في حافلة خرجوا منها وبدأوا بإطلاق النار هم بدوا إرهابيين حتى أنهم أطلقوا النار على رجل كان يقف هنا حيث فر إلى منزله كما أنني هربت إلى منزلي أنا أيضا وعلى الجانب الآخر من الحدود في الهند وضع رئيس الأزراء العداوة القديمة مع باكستان جانبا وطلب من المدارس الالتزام بدقيقتين صمت في ذكرى الضحايا وقد بدأت مراسم تشييع الضحايا الذين صحبت جوثاثهم من المدرسة وهم لا يزالون باللباس المدرسي الأخضر الملطخ بالدماء في وقت متأخر الثلاثاء فيما ستتواصل اليوم الأربعاء إنهم غرباء وجوههم بدت كذلك الأطفال كانوا يقولون إنهم كانوا يتحدثون بلغة أجنبية إذن وبعد رؤية كل هذه الأشياء أعتقد أنه حان الوقت لإخراج كل الأجانب من البلاد ما الذي صدر عنه؟ كان لدينا لفتة حسنية، لفتة ضيافة لمساعدة اللاجئين لكي يبقوا هنا اللاجئون هم مصدر المشاكل بالنسبة لنا وسيترأس رئيس الوزراء الباكستاني نواس شريف الذي وصف الهجوم بأنه مأساة وطنية ارتكبها وحوش اجتماعاً لأطراف سياسية في بيشاور للبحث في كيفية الرد على هذه المأساة وقد أكدت الحكومة والجيش تصميمهما على هزم المجموعة التي قتلت ألاف الأشخاص منذ بدء التمرد في العام 2007 كذلك أعلن رئيس الوزراء انهاء تعليق عقوبة الأعدام في حالات الإرهاب